طيب دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء مع منا الشرقية والتفضلية بنا شكرا لك أحمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات في إطار رؤية مصر 2030 جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام 2021 وأيضا موقف الميزان التجاري والصادرات والواردات فضلا عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري حيث سجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ نحو 31 مليار دولار خلال عام 2021 وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري ووجه الرئيس السيسي بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الدولة تعاول على قطاع الصناعة ليقود قاطرة نمو الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة مؤكدا ضرورة الإسراع بخطوات تنفيذ المائة إجراء المقترحة لتنفيذ هذا القطاع وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية كما شدد مدبولي على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين بهدف إقامة مشروعات اتثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاسترادية لعدد من مدخلات الانتاج المغادية لخدمة كافة القطاعات التنموية تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ في الفترة من العاشر وحتى الثالث عشر من يناير وأعلنت إدارة المنتدى عن شمول قائمة الرعاة الرسميين للنخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات ويتكفل الرعاة بتغطية ميزانية جميع الأحداث وفعاليات المنتدى بالكامل حرصا من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة حيث تأتي كافة مصرفات المنتدى من خارج الموازنة العامة ولا تحملها أي أعباء كما أعلنت إدارة المنتدى عن تبرعها بمبلغ خمسين مليون جنيه من فائد ميزانية هذا العام لتوجه إلى الدعم وتمويل مختلف المبادرة التنموية أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج ستمائة واثنتين عشر متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم لتفعى إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 322 ألفا ومئة وثمانين حالة وأضافت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 723 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة عشرين حالة جديدة تؤدي اليوم الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليمينة الدستورية أمام البرلمان وكانت الحكومة قد أدت القسم أمام ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الأسبوع الماضي يذكر أن الحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الخالد والتاسعة والثلاثون في تاريخ الكويت وتضم 15 وزيرا منهم تسعة جدد بنسبة تغيير بلغت 60% رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش بالبيان المشترك الصادر عن روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حول منع سباق التسلح والحرب النووية في العالم وأشهد جوتاريش باعتراف الدول بضرورة الامتثال لاتفاقاتها والتزاماتها التنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بعدم الانتشار النووي بما في ذلك التزاماتها الملزمة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ختام موجز الثامنة وعودة الاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل